اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط ضرورة المضي بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص نحو مراحل متقدمة وبما يحقق التطور والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين خاصة في مجال فرص التعاون والاستثمار في مجال النفط والغاز جاء ذلك على هامش اجتماع معالي مع سيدة ناتاشا بليديز وزيرة الطاقة والتجارة والصناع القبرصية وفخامة التي ترافق الرئيس القبرصي أنستاس يادس في زيارته الرسمية إلى المملكة مشددا معاليه على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجال النفط بين مملكة البحرين والجمهورية القبرصية بما يعكس مدى تطور ومتانة العلاقات بين البلدين وشعبهما الصديقين وأضاف معاليه أن هذه الاجتماعات واللقاءات تشكل فرصة بناء لتبادل الخبرات ولطلع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وإيجاد الفرص الاستثمارية التطويرية فضلا عن إيجاد الحلول الابتكارية في مجال النفط والغاز من جانبها أكدت وزيرة الطاقة والتجارة والصناع القبرصية تطلعها للبناء على نتائج الاجتماع المثمر الذي عقدته مع معالي وزير النفط مشيدة بالمبادرات التي تتبنها مملكة البحرين لتنمية هذا القطاع الحيوي والهام معالي الوزيرة مكلفة كذلك بملف الطاقة ويشمل اكتشافات الغاز التي حصلت في المياه الإقليمية في بلدهم وتكلمنا عن الخيارات التي أمامهم ناقشنا تجربة البحرين باستقلال موارد الغاز في السبعينات والثمانينات والتسعينات إلى الآن هناك كثير من الأفكار التي حازت على إعجاب سعادة الوزيرة طبعا فتحنا أبواب التعاون الكامل معهم ونتمنى لها إن شاء الله جميع الوفد المرافق لفقامة رئيس قبرص كل التوفيق ونشكرهم على هذه الزيارة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر